تقترب الحرب الروسية في أوكرانيا من إكمال شهرها الثاني أسابيع كانت كافية لإلحاق أضرار أو تدمير 30% من البنية التحتية يقول وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف إن الغزو الروسي في أوكرانيا أسفر عن خسائر تقدر بـ 100 مليار دولار الوزير يؤكد أن كل مكونات البنية التحتية للنقل تضررت مشيرا إلى أن أكثر من 300 جسر في البلاد دمرت أو تعرضت لأضرار وأكثر من 8 ألاف كيلو متر من الطرق تحتاج إلى إصلاحات أو إعادة بناء ولأن قصف المدن مستمر فقد عجزت الحكومة الأوكرانية عن تحديد حجم الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية مثل الطرق والجسور لكن مسؤولين في كيف يقولون أن الكلفة الإجمالية للأضرار في شتى القطاعات قد تصل إلى 500 مليار دولار القصف الروسي برا وجوا أدى إلى تدمير مساكن مدنية في ضواحي العاصمة كيف ومدن ماريوبول وخاركيف وسومي وإربين وهوستوميل وتشيرنيهيف وغيرها دمار واسع النطاق في أوكرانيا دفع بمسؤولين إلى البدء في أعمال إعادة الإعمار في بعض المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها لكن مصادر أوكرانية رسمية تحدثت عن مدة زمنية تصل إلى عامين لإعادة بناء ما هدمته آلة الحرب الروسية الحكومة الأوكرانية تتوقع أن تدعم الدول الغربية إعادة إعمار البلاد بأموال قد تأتي من مصادر متعددة أولها الأصول الروسية المجمدة في الدول الكبرى ترجمة نانسي قنقر